الأخبار من الحدد العالم يتنفس السعوداء نجاح جهود تعويم السفين الجانحة والحركة طبيعية في قناة السويس بسبب أدلة فاسدة فضيحة مدوية في مجلس الأمن تراجع عن اتهام الحكومة اليمنية بالفساد رئيس المجلس الرئاسي يجتمع لأول مرة بصفته قيادة أعلى للجيش وحفتر يشرف على مناورات عسكرية ساعة إخبارية من الحدث أهلا بكم أعلنت هيئة قناة السويس في بيان تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي سدت قناة السويس لقرابة أسبوع وقالت إن حركة الملاحة في الممر المائي ستستأنف ورأى شاهد من رويترز السفينة تتحرك كما أظهرت خدمة لتتبع السفن والتلفزيون المصري السفينة في منتصف القناة فيما قالت شركة إيفرغرين المشغلة لسفينة الحاويات أنه سيتم فحص السفينة للتأكد من مدى صلاحيتها للإبحار بعد تعويمها في جنوب قناة السويس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا واشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنجاح العملية الجارية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس وقال السيسي عبر تويتر إن المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس رغم التعقيد الفن الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل الجوانب من دبي ينضم إلينا المهندس أديب عبد المسيح رئيس مجموعة كور للخدمات البحرية مهندس ألم بيك الأسئلة التي تتعلق ما بعد التعويم ماذا سيبدأ بعد التعويم مهندس أديب مساء الخير سيكون من دون شك هناك إجراءات قانونية وإجراءات تفتيشية للسفينة لمعرفة السبب الرئيسي أو الروتكوز للحادث سيتم إرسال في العادة يتم إرسال مجموعة مفتشين أولا من هيئة قناة السويس ومن شركة التأمين ومن P&I Club الذي هو النادي البحري للملاك النادي الدولي للملاك وسيتم إجراء تفتيش عميق ومعمق لمعرفة السبب ومن بعده ستتم الإجراءات أنا أعتقد أن السفينة كنت قد قرأت على الحدث أو شاهدت على الحدث أن السفينة للحرية لكن لا أظن أن السفينة ستكون قريبا إلى الحرية بل أظن أن الحرية الآن للسفن العالقة في ضفتي القناة وهذا هو المهم تقصد أن من حق مصر التحفظ على السفينة حتى انتهاء التحقيقات؟ طبعا ضمن القانون البحري الدولي من حق البرت أوتوريتي أو القنوات الرسمية البحرية التحفظ على السفينة كما يحق للإدعاء العام أن يحجز على السفينة بموجب مذكرة الرست وهذا بالعادة نراه يحصل في كل حادث يتم في أي ميناء بالعالم إلى أن تأتي شركة التأمين وتكفل الباخرة للسلطات طيب هذه السفينة هي نفسها يعني لها حادثة في هامبورغ في ألمانيا في 2019 يعني هي سفينة سيئة السمعة وهنا السؤال ماذا يمكن أن يستفيد المصريون من ألمانيا لأن ألمانيا شهدت حادثة لنفس السفينة؟ نعم لا أظن أن الألمان سيكونون دعما كبيرا لمصر لكن المصريين أنفسهم لديهم كفاءة عالية في إطارات التفتيش ويمكن تفتيش السفينة بالكامل بمدة لا تكثر عن يوم واحد فقط ومعرفة السبب الرئيسي للعطل الذي يمكن أن يكون قد حصل للسفينة أو الخطأ البشري إن كان من القبطان أو من المرشد التابع لهيئة القناة هل سيفيد المصريين فكرة أنه نحن أمام سفينة سيئة السمعة سفينة تكررت حوادثها وآخر حدثة كانت في ألمانيا في 2019 ربما كانت سيئة أيضا يعني سفينة بهذه السمعة السيئة كيف يمكن أن يستفيد المصريون في إدارة مشكلتهم مع الشركة المسيرة لهذه السفينة؟ سيد الكريم عادة إذا الباخرة سيئة السمعة سيكون هناك تقرير عام موزع على الهيئات البحرية في جميع العالم لا يمكن لباخرة سيئة السمعة أو عليها إشارة ما أن تدخل أي ميناء أو أن تعبر أي قناة بهذه السهولة إذن أنا متأكد أو شبه متأكد أنه لا يوجد أي شيء على السفينة أو القناة نفسها لم تكن لتسمح للسفينة بدخول القناة أو أن تقبل للسفينة بدخولها كما أود الإشارة أنا لا أدافع عن المالك طبعا أنا كمالك سفينة لا أدافع أبدا عن أي مالك لكن أقول الحق أن هذه السفينة مبنية في العام 2018 نعم وهي نوعا ما جديدة يعني عمرها ثلاث سنين لذلك كنت قد صرحت لقناتكم الكريمة من قبل كم ساعة أو في الصباح أني أجزم أن هناك خطأ بشري ما من سبب هذه الحادثة طيب سؤال آخر ما تداعيات هذه الحادثة على حركة المرور في قناة السويس لأن البعض بيقول أنه هيكون فيه زيادة تأمين زيادة الكوست زيادة التكلفة على السفن التي استمر في القناة يؤثر على عدد السفن التي تمر في القناة هذه تقارير تكتب الآن هل ممكن فعلا نكون فيه تدعيات سلبية؟ لا أريد أن أقول أنها سلبية تظل هذه القناة هي من أقصر الطرق التي تربط الشرق والغرب كما أن القناة نفسها هي قناة آمنة وهذا الحادث هو صراحة فريد من نوعه وهذا أول مرة نسمع بهكذا حادثة تحصل في قناة السويس نعم إذن لا يمكن البناء على تدعيات كبيرة من وراء حادث واحد أو من وراء سفينة من أصل ألاف السفن التي تمر سنويا عبر هذه القناة يعني بشكل أحصاءات أو استاتيستيكلي نعم لا يمكن أن نقول أن القناة سيئة أو أن العبور سيئة في هذه القناة بل لكن من ناحية أخرى طبعا شركات التأمين الآن سيكون لها الحصة الأكبر بزيادة التعرفة لأن لا يجب أن نستهون تدعيات التكلفة تكلفة الإنقاذ نعم والتكلفة البواهزة لصاحب السفينة أو لتأمين لشركة تأمين السفينة من وراء هذا الحادث شكرا كمواند الساديب عبد المسيح رئيس مجموعة كور للخدمات المحرية شكرا جزيلا لك أقر مجلس النواب اللبناني قانونة استعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد وعلق رئيس المجلس نبيه بري على الأمر قائلا إن المجلس لم يترك قانونا يتعلق بالفساد إلا وقع أقره مشددا على ضرورة تطبيق القوانين وكان مراقبون قد أوضحوا أن إقرار قانون استعادة أموال الفساد ضروري لأنه يضع آليات تنفيذية لتحقيق هذا الهدف الضروري لتحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان ويشار إلى أن القانون المذكور يحتاج إلى إقرار اللجنة التي ستتابع العمل فيه إضافة إلى إنشاء صندوق وطني للأموال المستعادة جدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعوته إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة معتبرا أن تغيير الأكثرية النيابية من أجل الإتيان برئيس للجمهورية من توجه سياسي آخر هو الحل للأزمة اللبنانية الراهنة جعجع أكد وجود مشاكل كبيرة في لبنان تتمثل بدويلة تسيطر على قرار الدولة الاستراتيجي تريد تغيير الأكثرية النيابية بعدين تعمل انتخابات رئيسية لأنه ساعتها في عندك احتمال تجيب رئيس من نوعية مختلفة إذا بك تجيب رئيس من نفس الطينة ونفس الإماشية ونفس السياسية ونفس التوجه إيش بدك فيه؟ بده يضغط طيب يستغير رئيس جمهورية يضغط لأنه رئيس جمهورية جزء منها السلطة كمان بس هاي منه كيفي وحده الضغط الأساسي يجب أن تنغير الأكثرية النيابية نتابع الحقيقة احتفالات العمال في قناة السويس بنجاحهم في تعويم السفينة نقطات لمن ساهموا في تعويم هذه السفينة العمال في قناة السويس ومن خلفهم السفينة تسير في عرض البحر بعد تعويمها لقطة مهمة يستحقونها في هذا التوقيت إلى استراحة قصيرة نكمل بعدها ما بقي في نشراتنا ترجمة نانسي قنقر 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 فضيحة غير مسبوقة شهدتها أروقة مجلس الأمن الدولي فقد كشفت رسالة حصل عليها مراسل الحدث في الأمم المتحدة عن فضيحة حول عمل فريق خبراء مجلس الأمن الدولي التابع للجنة عقوبات 2140 بشأن الحكومة اليمنية فبعد تقرير الخبراء السابق الذي اتهم الحكومة اليمنية بالتورط في عمليات فساد أرسلت منسقة فريق الخبراء وهي محامية سيرلنكية أرسلت رسالة إلى مجلس الأمن تتراجع فيها عن التهم التي وردت في تقرير الخبراء الصادر في يناير الماضي وتؤكد عدم وجود أي أدلة ضد الحكومة اليمنية بالفساد أو بغسيل أموال ينضم لنا من القاهرة الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور عبد السلام الأثوري دكتور عبد السلام أهلا بك دكتور عبد السلام حينما صدر التقرير تقرير الخبراء وفيه بند من البنود التي تشير إلى فساد الحكومة اليمنية وتراجع ذلك الآن ما الذي يترتب عليه من مواقف وإجراءات حينما صدر التقرير ترتب عليه مواقف وإجراءات حينما تراجعت المنسقة لهذا التقرير عن المعلومات السابقة المفروض يكون فيه إجراءات أيضا مترتبة عليها ما الذي سيحدث؟ مساء الخير أستاذنا مساء الخير نحن كنا على يقين من البداية أن هذا التقرير ينقض نفسه بكونه اعتمد على بيانات مضللة وكان أيضا قد اعتمد على اتقاهات أيضا ستذهب إلى تشهير بالبنك المركزي وبالحكومة اليمنية وأيضا بالقطع الخاص وتقطع الطريق أمام الحكومة للحصول على دعم أو مساعدات خارقية يعني تتمكن من خلالها بتحقيق نوع من التعافي الاقتصادي خلال أداءها ومسؤوليتها والتزاماتها الآن في هذا الأمر وخاصة عندما تم اكتشاف حقيقة أن هذا التقرير وبالذات فيما يخص الوديع السعودية ليس هناك أي قوانب لتلك التهم التي وقهت بأنه تم من خلالها غسيل أموال وأعمال فساد وأيضا تم إقحام القطع الخاص وخاصة مجموعة هلف سعيدة أنعم كونها تعتبر أكبر الممولين للوضع الاقتصادي والتجاري والسلعي في البلد كان الهدم منه عملية إرباك وخلط الأوراق بهذه الكيفية وبالتالي عندما قام الأطراف الذين مولوا الفريق أو خلال الشخص المختص في الملف الاقتصادي أو في الجانب الاقتصادي تم أيضا تمويله ببيانات مضللة وربما أيضا كانت الصياغة تم صياغتها وسلمت لهذا الشخص لإضافة في التقرير لم يكن له الدور الأساسي في صياغتها وإنما قات الصياغة كما نزلت في التقرير من أطراف ما إلذلك هذه الأطراف المحرضة هي اليوم محل إدانة واضحة وبالتالي يجب التحقيق معها وعلى الحكومة الآن اتخاذ خطوات أساسية لفتح ملف هذه القضية وفتح التحقيق مع هذه الأطراف التي أساءت وشهرت بالبلد وشهرت بالحكومة وشهرت بالبنك المركزي وأيضا أساءت أيضا للقطاع الخاص وأيضا استهدفت أيضا مصالح المجتمع اليمني بما قامت بعملية بخفة من المواقف التي أيضا كانت لها تبيعات كثيرة جدا على أيضا مواقف الدول المانحة التي أيضا وجدت أن مؤسسة البنك المركزي تمارس أعمال الفساد وأعمال الغسيلة أموال وبالتالي فقدت ثقتها من لدى المانحة وخاصة أن المساعدات التي كانت قدمت أساسا لمنظمات اليغاثة وإلى ذلك كان هناك أيضا إقرال لمسألة مصارفة عبر البنك المركزي الأمر الذي اتخذت هذه المنظمات للتوقف عن التعامل مع البنك المركزي هنا هذه الإشكاليات بما تسببت من خسائر ومسببت من أضرار كبيرة جدا على الحكومة الآن أن تخطو خطوة إيقابية في مسألة التحقيق مع هذه الأطراف وعلى أيضا الأمم المتحدة أن تحقق مع الشخص الذي أساء وأيضا اعتمد على بيانات مضللة كان يدرك أنها بيانات مضللة أيضا طب قبل أن تحقق دكتور عبد السلام خلينا نضع الأمر في إطاره هذه مجرد رسالة أرسلت من المنصقة إلى مجلس الأمن تقول إن المعلومات خطأ وإن الاتهامات التي بنيت في هذا التقرير والمتوجهة إلى الحكومة اليمنية خاطئة الحكومة لم تتورط في غسيل أموال ولم تتورط في أمور فساد والأمر انتهى على هنا هل يجب على مجلس الأمن أن يصدر بيان أو تقرير يصحح التقرير السابق وإذا لم يصدر ما فائدة هذه الرسالة من المنصقة اللقنة الخبراء ستعمل على إعادة صيغة تقريرها بالصيغة التي تنفي تلك الاتهامات التي صدرت في تقريرها السابق وهذا أمر يقتضي فيه مسألة تصحيح الخطأ الذي حصل من خلال لقنة الخبراء أو من خلال أيضا نزول التقرير بالصيغة السابقة ومجلس الأمن أعتقد أنه سيتخذ القرار في هذا الجانب بما يضمن إصلاح هذه المشكلة وإصلاح هذا الخطأ للقسيم وإلى ذلك باعتبار أن هذا الخطأ جاء النتيجة أيضا لخطأ قسيم سيؤدي إلى نتائج سلبية على واقع أو على مصالح اليمن وعلى سمعة مؤسساته وبالتالي الخطوة التي سيتخذها مجلس الأمن في هذا الأمر مناطع عليه أو أمر ملزم عليه بأن يتخذ مثل هذا الموقف ولقنة الخبراء يعني هي في صدد عادة الصيغة بالشكل الذي تنفي هذه الإدانات أو هذه التهمة التي قامت على بيانات مضللة دكتور عبد السلام في نقطة أنه ليست كل بنود التقرير سيئة هناك بند لهذا التقرير يشير إلى أن الحوثيين سرقوا أموال مليار فاصل تمانية من عشرة دولار في 2019 كانت مخصصة لدفع رواتب الناس من الخزينة وحولوها إلى حساباتهم وإلى أمورهم الشخصية يعني بمعنى أن الدفع بأن التقرير كله سيء غير مفيد ولكن تصحيح البند الأول المتعلق بفساد الحكومة ربما يكون مهم هذه النقطة كيف تدار؟ يعني كيف تقترح أنت على الحكومة الشرعية إدارة هذه النقطة؟ ولأن التقرير بشكل عام لم يكن أساسا سيء بالشكل لأنما في الجانب الذي تعلق أساسا بالقضية المتعلقة بموضوع مصارفة العمل أو الوديعة كانت البيانات التي قدمت أساسا هي استهدفت عملية التضليل وأيضا استهدفت عملية الإساءة والتشهير وبالتالي جاءت نتاج لعملية انتقامية وخاصة من الأطراف الذين كانوا مدانين بأعمال مخالفات كبيرة جدا عندما أداروا البنك المركزي وبالتالي اتخذوا هذه الخطوات كعملية انتقامية بشكل أو بآخر وأيضا وضعوا الشخص المكلف أساسا في صياغة هذا الموضوع في علاقة مشبوهة في أنه يتبنى موقفهم فيما يخص القانب الذي تعلق بمسألة سرقة الحوثين وما إلى ذلك هي مسألة ليست جديدة ومسألة ما تم نهبه من قبل الميليشيات من أموال الدولة ومن موارد كبيرة جدا هي أكبر كثير من هذا المبلغ الذي ذكروا التقرير هناك أيضا عملية اكتساح كبير جدا لكل مؤسسة الدولة وعملية بص كبير جدا على كل أموال الدولة وأموال دها وما إلى ذلك وبالتالي أيضا حرمان القطاع الموظيفي من المرتبات وهي مبالغ كبيرة جدا وصل إلى أكثر من تريليون ريال سنويا أيضا حرم الموظفين منها بسبب تعنت هذه الميليشيات الأمر يعني كونه جاءت تقرير وبالتالي نحن أيضا لا نشكك بمصداقية كل لجنة الخبراء إنما أيضا نشكك بالشخص الذي أيضا تم أودين من قبل لجنة الخبراء وتم إزاحته بقرار لجنة الخبراء بأن أسائل لجنة الخبراء بالموقف الذي اتخذه واعتمد عليه بناء على أيضا على بيانة مضللة كان يدرك أنها مضللة شكرا دكتور عبد السلام الأثوري خبير الاقتصاد اليمني كان معامل قاهرة شكرا دكتور عبد السلام أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن شحنة أسلحة جديدة تابعة للميليشيات المولية لإيران وصلت إلى مدينة الميادين بدير الزور قادمة من العراق وعقال المرصد أن الشحنة ضمت ثلاث شحنات تحمل خضار وفاكهة للتموية توجهت في بداية الأمر إلى سوق الهيل في الميادين وعقال المرصد أن الشحنات توجهت بعد سوق الخضار إلى منطقة المزارع أكبر تجمع للميليشيات في منطقة الميادين وعقال المرصد أن الشحنات قامت بإفراغ الأسلحة ضمن أمفاق متواجدة هناك كان تنظيم داعش استخدمها وعقال المرصد أن الميليشيات تعمد إلى تخزين أسلحة وذخائر ضمن قلعة الرحبة الأثرية في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي بعد ثلاثة أعوام على سيطرة الفصائل المعارضة على عفرين شمال حلب يعاني الأهالي والنازحون وضعا أمنيا صعبا ينعكس سلبا على الوضع المعيشي كاميرا الحدث استطلعت رأي شريحة من المدنيين حول الوضع المعيشي والأمني الراهن هناك أصرنا ثلاث سنوات تقريبا بعفرين حقيقة عم نعاني من وضع الأمني وضع سيء وخصوصا أغلاق الطريق الرئيسي شارع راجو أعطل المصالح يعني الوضع العمل كل ما له يتدور الأسوأ خلافات بين الفصائل أحيانا وتتعطل طرقات يعني لهلأ الوضع الأمني لهلأ مو كويس يعني لهلأ في مشاكل بين الفصائل مشاكل علقات بين الفصائل يعني يشبه إسبوعية يعني إذا مو إسبوعية شهرية عم تروح ناس أبرياء عم تتعطل أشغال العالم بسبب هالمشاكل يعني بالنسبة إن طلعتنا وفوتتنا بالليل يعني فيه خوف بالنسبة لموضوع الأطفال عم ناخدهم على المدارس يعني بدل تفكير ما عنده يعني لسه ما فيه أمان يخلينا مرتاحين وضع أني إلى الآن العد مكركب في بعض التجاوزات اللي عم بتصير داخل المدينة منتمنى نحنا مع الأيام القادمة نتحسن هذا الوضع ونوصل للحالة المسالية إحنا ما توقعنا إنه يكون فيه هل يعني هل الأصص هي والمشاكل وكذا تفاجأنا بصراحة يعني إنه فيه مشاكل كتير هون حتى بين الفصائل نفسه كنا متفاعلين إنه نجي لأمان على هذه المنطقة نعيش باستقرار ومؤمن وأمان وصلنا هون ثلاث سنين عم نشوف سورة معاكسة مية بالمية يعني ما متما نحنا الفقرين أبداً ونتقلنا من أكتر من محل لمحل وسبحان الله له الله يعني ما بيطلع عيدنا شي لا حول ولا قوة أهلا بالله نقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصدر في الحكومة الليبية أن رئيس المدلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي قدم طالباً رسمياً للرئيس التركي رجب طيب أردغان بسحب المرتزق السوريين والخبراء العسكريين الأتراك من طرابلس وكان المنيفي الذي زار تركيا يوم الجمعة الماضي طالب خلال لقائه أردغان بضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية في ليبيا ترجمة نانسي قنقر أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم أن بلاده تدعم أساساً دستورياً يسهم في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل كما أشهد السفير الأمريكي بملتقى الحوار السياسي الليبي حيث قال إن ذلك من شأنه تحقيق خارطة الطريق تسهم في إنهاء الأزمة والمضي قدماً نحو بناء مؤسسات الدولة نفذت القوات المسلحة الليبية تمريناً عسكرياً بحضور القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ويهدف التمرين إلى محاكاة هجوم مضاد لصد هجوم معادي على منطقة افتراضية بمشاركة مقاتلات السلاح الجو الليبي بالإضافة إلى فصائل عسكرية أخرى وقد حضرت تمرين رؤساء القوات المسلحة وبعض رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وعدد من الضباط عقد المجلس الرئاسي الليبي اتماعاً اليوم كقائد أعلى للجيش حيث حضر الاتماع الفريق أول ركن محمد علي الحداد وعدد من أعضاء الكادر الإداري والقانوني والمالي واستعرض الحاضرون عدداً من الملفات ذات العلاقة بالتنظيم والإدارة معنا من بن غازي سعدة اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة العربية الليبية سعدة اللواء ما الذي يعني هذا الاتماع باعتباره قائد أعلى للجيش بدون حتى وجود سيد الخليفة حفتر الأول أولاً لابد أن ننظر للمأسألة من ناحية الوضع العام الحالي نعم أسألة ليست كما يتحدث عنها النص الحقيقة تقول أن هذه الحكومة والمجلس الرئاسي يسعى إلى أن يؤدي مهمتها في أن تكون حكومة وحدة وطنية واستكمال إجراءات تتعلق بتنظيم المؤسسات وإدماجها والوقوف على حقيقتها وعلى وقحها ورغم ما نعرف عن الواقع في ترابلس بالنسبة لما يعرف بحاولة تسميته جيش بالمعنى نحن حتى عندما جلسنا في خمسة سيد خمسة كان هناك الحوار كالآتي القوات المسلحة مع حكومة الوفاق ونحن نعرف أن هناك عسكريين طبعا محترفين ضمن المؤسسة العسكرية منذ القدم ولكن على أرض الواقع هناك شيء آخر وهذا لا شك فيه دائما زوايا النظر تختلف ولكن لنكون منطقيين وعقلانيين هذه الحكومة أو هذا المجلس يسعى الآن لأن يؤدي دوره ولكن لا تنسى أن كل ما يجب في الشق العسكري هو يندرج تحت خمسة سيد خمسة لأن اتفاق جينيف أو مخرجات برلين التي أدت إلى اتفاق جينيف كانت واضحة وصريحة ولا غبار عليها لديها أساسيات أولا طبعا الإجلاء المرتزقة والأجارب مكافحة الإرهاب اللي هو أيضا النقطة المهمة جدا تفكيك المجموعات المسلحة وتفكيك المجموعات المسلحة معروف يعني كيف أدرج ولماذا وما هي المجموعات ومقسمة ومعروفة بحسب تقسيماتها الإيدولوجية وغيرها طبعا هذا الاجتماع قد يأتي ضمن هذه المهمة لهذه الحكومة أو للمجلس الرئاسي وحرصه على تنفيذ مهمته في خلال هذه الأشهر للوصول إلى ما يندرج تحت ما اتفق عليه في خمسة زائد خمسة ومن خلالها بكل تأكيد طيب فيه كلام كتير وتحليلات وتفسيرات حتى على السوشيال ميديا وغيرها بحضور الفريق أو الركن محمد علي الحداد يعني هذا الاجتماع نعم يعني مسمى رئيس الرئاسي المسميات يعني موجودة مع احترامنا لشخصة يعني كبني آدم أو كضابط ولكن هو بالتأكيد ريسر كان على مدى مجموعات مسلحة معروف تندرج يعني ليست تحت السيطر أبدا وهذه مسائل يعني واضحة للعيان ويعرفها العالم ويعرفها كل مواطن في طرابلس ويعرفها كل مواطن في ليبيا هذه حقيقة لا يمكن إخفاءها من الممكن أن تسمي مسميات ما شئت لكن هذه ليست الحقيقة على الأرض وبالتالي نحن نعرف أنه ربما لا يملك شيء أكثر من أنه يجلس ومسمى ويتحدث ولكن ربما هناك سعي يعني العمل ما لا بأس به أن يكون في صالح الوطن وأن يكون في صالح تنفيذ ما تفق عليه في خمسة زياد خمسة والعمل على تحويل ما أورد فيه لواقع خصوصا في طرابلس التي تعاني طبعا طيب رئيس الحكومة كان احتفظ بمنصب وزير الدفاع وبالتالي يعني ما بين ما يعلنه رئيس الحكومة بأن منصب وزير الدفاع معه بينما تم من المدلس الرئاسي الليبي في هذا الاجتماع في فجوة مش فهمينها يعني تحتاج إلى فهم يعني هي المرحلة ما أنت عارف أنا قلت لك المرحلة حساسة جدا وحتى الكلمات فيها حساسة ننقي كلماتنا بحيث تكون فعلا في مسارها الصحيح مسألة وزير الدفاع كما يعرف البعض وقائد العام ورئيس الأركان وهذه الأمور طبعا مسميات لها مهام ولها واجبات وتختلف من إله التقاطع أو حساسية وزارة الدفاع خصوصا في هذه المرحلة أي قرار فيها بطريقة طبعا تمس هذا الكيان مشكلة نحن كقوات مسلحة القيادة العامة مكلفة القائد العام من مجلس النواب ويمارس عمله بطريقة المعروفة ووفقها والمعصص العسكرية منضبطة في هذا السياق الإشكالية في أنكيندا تكمل ما تم الاتفاق عليه في خمسة زياد خمسة من تحت هذا البلد لأن الدخول في متاهات أو التفسيرات قد يؤدي إلى الكثير من الحواجز التي من الصعب تجاوزها بالنسبة لهذه الحكومة التي ترى أنها حكومة وحدة وطنية يجب أن تؤدي دورها دون أن تخرج عن سياق ما اتفق عليه في جينيف وهو خمسة زياد خمسة لأن هذا الأساس حتى عندما سئلت نائب المبعوث السابقة عن هذا الموضوع قالت أن خمسة زياد خمسة هي من تملك المسألة العسكري وهي التي لديها حسب الاتفاق في جينيف خارط الطريق واضحة يجب المضيفها إذن العوامل أو الاتجاهات الأخرى أعتقد أنها مكملة لنجاح خمسة زياد خمسة وفق ما تم الاتفاق عليه وهو أن القوات المسلحة تؤمن البلد بعد تفكيك مجموعات المسلحة وخراج المتزقة والقواعد الأجنبية ومع احترامنا للجميع لا يمكن أن تكون هناك أجسام خارج السيطرة أو غير منضبطة ويمكن أن تقيم دولة أو تقيم سيادة وبالتالي هذه مسائل منظورة أمامهم ومن الخطأ للذهاب في اتجاه آخر معاكس لأن ذلك لن يأتي ستكون طريق مسدودة طب الاتماع النهاردة سمحني على هذه الأسئلة الحقيقة ربما هذه التساؤلات حتى بيطرحها الليبيون وهي فرصة أنك تجيب على ما يدور طب ماذا سعادة اللواء لو اتخذت قرارات يعني الاتماع اليوم نتج عنه قرارات هذه القرارات قد لا تكون مقبولة بالنسبة لكم ما الذي سيحدث يعني هل لا قدر الله ممكن يحدث قرارات من من وإلى من تخرج من المجلس الرئاسي الليبي تهو أحدية الجانب الآن بحضور رئيس المجلس ومحمد علي الحداد وغيره من من حضروا تصبوا مثلا في ما لا توافقون عليه في القيادة العامة للجيش الليبي لا يمكن الذهاب في تجاهه حادي يعني في هذه المسائل مسألة هناك واقع على الأرض وهناك كما قلت لك اتفاق في جينيف وهناك دول راعية للاتفاق وهناك اتفاق لدول تهتم أو لها علاقة بالشأن الليبي والمسألة يعني هناك رفض للمجموعات المسلحة على مستوى الإقليمي يعني ليست فقط القوات المسلحة من يعني تقول ذلك هناك معرفة إقليمية أن هناك مجموعات مسلحة وما إلى ذلك الذهاب بشكل أحادي طبعا هذه مسألة صعبة ولا أعتقد أن الدكتور المنفي من النوع الذي تغيب عليه هذه الأمور لأن المهمة أنا قلت لك كلمة مهمة جدا في البداية وهو أن عمل الرئاسي الرئاسي وعمل الحكومة يجب أن يندرج ضمن واتفق عليه في خمسة سيدة خمسة وضمن مهامها وهو أن هي حكومة وحدة وطنية وتسعى إلى تأمين المناخ للانتخابات لا يمكن تأمين مناخ للانتخابات والذهاب للانتخابات في وجود أجسام غير مسيطر عليها في وجود قلق أمني في عدم استقرار يعني المسألة رغم أن الوقت نعرف أنه ضيق وتحتاج إلى عمل طويل لكن لا يمكن المضي بعمل أحادي من جانب واحد ولا أعتقد أن هذه نقطة تغيب على من هم الآن في سلدة هذه المسألة في العاجل أمامنا سعادة فرنسا تعيد افتتاح سفارتها في ترابلس يعني هل من تعليق؟ طبعا نحن هذه خطوات كلها مساندة للحكومة الوحدة الوطنية وهذه كلها خطوات مساندة لعمل جماعي من أكثر من دولة خصوصا الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى استقرار ليبيا هناك ضرر سيأتي للاتحاد الأوروبي هم يعرفون خطورة ما حصل للهجرة الغير شرعية التي أدت إلى تسرب العناصر الرهابية النشاط الإرهابي في الجنوب مع دول طبعا تحد في ليبيا وفرنسا تتابع هذا عن كثب أمريكا هناك تعاون معنا في هذا الجانب يعني المسألة ليست سهلة إعادة فتح السفارات هذه مسألة مهمة لدعم ما اتفق عليه يعني ولمراقبة ومتابعة ما اتفق عليه حتى لا يكون هناك خلل ربما يؤدي إلى أشياء غير مرغوبة شكرك سعادة الواء خالد المحجوب مدير إدارة توجيه المعنوي في القوات المسلحة العربية الليبية ونبقى مع هذا الخبر العاجل إعادة افتتاح سفارتها في ترابلوس فرنسا بتعلن إعادة افتتاح سفارتها هذه صور الحقيقة تأتينا أولية لإعادة افتتاح سفارة الفرنسية في ترابلوس وكما علق الواء خالد المحجوب فكرة إعادة اللحمة الأوروبية إلى ترابلوس مرة أخرى ربما ستكون فاعل مهم في أساس ترسيخ الحل الليبي في الداخل أنتقل إلى شأن العراقي فقد أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف ثلاثة أرتال لوجستية تابعة للتحالف الدولي في محافظة بابل جنوب بغداد وعلى الطريق الدولي المار بمدينة ناصرية مركز محافظة ذيقار فيما استهدف الراتل الثالث في محافظة ديوانية وقال المصدر أن الانفجارات لم تخلف إصابات بشرية فيما تسببت بأضرار مادية في الأرتاق أشار وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي إلى نوع من التواطئ بين أحزاب سياسية وعصابات ورجال أعمال فاسدين مشيرا إلى أن هذا النظام ككل يساهم في نهب الدولة وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية في هذا الصدد كشفت مصادر في دائرة الجمارك العراقية بأن ملايين الدولارات تذهب إلى جيوب الفاسدين بسبب عمليات التهرب الجمركي بدلا من دخولها إلى خزائن الحكومة وقالت المصادر للوكالة الفرنسية إن مافيات الفساد تتشكل من الأحزاب المتنفذة وأغلبها التابعة لإيران والميليشيات التي تدعمها حيث تسيطر على أغلب المنافذ الحدودية ولها مكاتب اقتصادية في وزارات ومؤسسات الدولة مزيد حول هذا الموضوع مع زميلتي هنا فيها للستوديو هدير الربي هدير مساء الخير ربما ملف ملغم بعض الشيء نعم ربما هو هذا الملف تصدر يعني أول أيام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فضالي إذن لنذهب إلى التفاصيل هي أول الملفات التي طرحها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منذ توليه المنصد هو معالجة شبكات الفساد في المنافذ الحدودية العراقية وفي هذا الصدد أكد وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي تواطئ بين أحزاب سياسية وعصابات ورجال أعمال فاسدين يسهم في نهب أموال المنافذ الحدودية وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس ذكرت أنه على طول الحدود البرية والبحرية للعراق طبعا أنشأت هذه المجموعات شبكة معقدة ومتشابكة الهدف منها أولا التهرب من إيفاء الرسوم الجمهورية المفروضة على البضاعب بكل أنواعها بكل أنواعها حيث تشكل هذه الرسوم المصدر الأهم للعائدات خاصة أن اقتصاد العراقي يقوم أساسا على النفط وفي ظل ضعف القطاعين الزراعي والصناعي وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات منهما تشكل رسوم الجمارك المصدر الأهم للعائدات العراقية ووفق الوكالة الفرنسية أيضا وصف موظف في الجمارك هذه الشبكة المتداخلة بأنها أسوأ من شريعة الغاب ففي البلد الذي يحتل المرتبة 21 في العالم في سلم الفساد وفق منظمة الشفافية الدولية تعتبر البيروقراطية المملة والفساد المزمن طريقا إلى امتصاص موارد الدولة على الرغم من محاولات الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي معالجة تلك الأزمة لكن الحكومة المركزية لا تتحكم بالعديد من هذه الموارد التي تتوزع على هذه الأحزاب والميليشيات المقربة من إيران وتتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وأدى ذلك وفق مسؤولين إلى نشوء نظام استيراد موازن عبر المعابر البرية وميناء أمقصر البحر الوحيد في العراق تتولى أحزاب وميليشيات مثل عصائب أهل الحق وحزب الله وقال في هذا الصدد الضابط في المخابرات العراقية حقق في قضية التهرب الضريبي أن إذا كنت تريد طريقا مختصرا أي يخاطف فيها المستثمرين ويخاطف فيها المستوردين تذهب إلى الميليشيات أو الأحزاب وطبعا التقرير لوكالة الصحافة الفرنسية محمود شكرك هدير شكرا جزيلا ملف مهم فعلا نعم فعلا والحقيقة نكمل هذا النقاش من بغداد ينضم إلينا الأستاذ باسم أنتوان الخبير الاقتصادي أستاذ باسم أهلا بك أن يكون هناك فساد في رجال البزنس هذا شيء طبيعي موجود في دول كثيرة جدا لكن أن تحدث المزاوجة ما بين رجال البزنس والسياسة هنا يكون الدولة في أزمة خطيرة وهذا ما يحدث في العراق نبدأ بالبند الأول يعني المنافذ المنافذ الحدودية التي قد تشكل المصدر الأول للفساد المزاوجة ما بين البزنس والسياسة نعم شكرا جزيلا تحيتي لكم وإلى مشاهدي قناة الحدث الفضائية الواقع هذه مشكلة نعاني منها أنت تعلم أن الموازنة العراق تعتمد على مصدر المصدر الرئيسي الأول هو الريع النفطي اللي يشكل ما يقرب من التسعين بالمئة أو أكثر والآخر المصادر غير النفطية واللي هي الرسوم والضرائب ومن ضمنها طبعا هي القمارق وضريبة الدخل نحن للأسف الشديد تأخرنا في إيجاد تشريعات ملائمة نحن يجب أن يكون لدينا منهاج استيراد ومنهاج الاستيراد يحدد السلع والبضايا التي تدخل العراق بموجب إجازة استيراد مصنفة هذه إيجازات استيراد رقم البدد القمرقي العدد الوحدات الوزن التوصيف القمرقي موجودة هذه بدت تنفذ إيجازات استيراد إلكترونية لكنه عمليا أنت عندما تدخل بضايا أبرد حدود أولا هناك 22-23 منفذ حدودي بالعراق رسمي ربما يجد ضعف هذا العدد غير رسمي يعني تشوف أنت الاختراقات موجودة قسم منها عبر المنافذ غير رسمية سميها بالعامية القشغ أو التهريب والأخرى تأتي عبر المنافذ الحدودية التي كما تفضلتم سيطرة عليها كثير من الميليشيات تدخل البضاعة تحت اسم معين وداخل البضاعة اسم آخر داخل الحاويات فهذه مثلا حاوية بيها بضاعة مئة ألف دولار يصرح بيها بضاعة قيمتها عشرين ألف دولار فأنت عندما تدفع خمسة عشر بالمئة عن مئة ألف شيء وعندما تدفع على خمسة عشر ألا يوجد ألا يوجد قانون مكفحة فساد قلت أنه في نقص تشريعات هل الأزمة أزمة التشريعات ولا الأزمة معقدة لأنه إذا فتح هذا الملف ربما يدخل رئيس الوزراء في عش الدبابير كما يقولون لأن القضية لها علاقة بالكائنات السياسية الموجودة بالتأكيد هو ما صرح به سيد رئيس الوزراء أنه سبب الضجة اللي صارت الآن هو اعتقار رؤوس الفساد وضعهم تحت المطرقة وهؤلاء يمثلون ميليشيات غير رسمية من تمية إلى أحزاب وهي التي تبتز وتسيطر على الإرادات يعني أحنا عشر مليارات عشر تريليونات دينار إرادات لكن لا يستحصل أكثر من تريليون ونصد تريليونين دينار من المنافذ الحدودية لأن المنافذ الحدودية وبعدها تأتي ضريبة الدخل هذه العملية لا تدفع بشكل جيد وأكو فرق طبعا إحنا لدينا مشكلة بين تشريع القوانين وبين تطبيق القوانين هناك مشكلة ضعف في تطبيق القوانين لأنه يكون فيلات على النقاط الحدودية في شتى مناطق الآن هناك مثلا توجهات أنه بعد الاتفاق مع الإقليم كردستان ستكون نصف الإرادات من الإقليم من الحكومة المركزية يحل جزء من المشكلة لكن المشكلة أكبر من ذلك المنافذ الحدودية غير مسيطرة عليها هناك قوة من الميليشيات أقوة من الدولة ربما هي التي تسيطر على الإرادات وتمول أحزابها وتمول نفسها وتحرم الدولة الرسمية من هذه الإرادات التي تشكل عون كبير وتخفف من الاعتماد على ريء النفطي ولذلك تدخل بضايا وسلع عبر هذه العملية قسم منها تبييض قسم هروب أموال وتكلف الموازنة العراقية كبيرة إضافة إلى نعكاس هذه سلبا على الإنتاج بالداخل تدخل بضايا بأسعار تنافسية غير خاضعة للتقيس بالسيطرة النوائية والإنتاج المحلي صناعة وزراعة عاجزة عن المنافسة فيصيب القطاع لإنتاج شلل كبير وتكسر البطالة والفساد والفقر وهذه المشكلة الأكبر أنا أعتقد نعم شكراك سوز باسم أنتوان الخبير الاقتصادي كان معي من بغداد شكرا جزيلا لك حذر قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال من أن حماس تراكم قوة عسكرية وتطور قدرات قتالية برا وبحرا وحتى جوا استعدادا لمواجهة عسكرية يمكن أن تندلع بسبب حسابات خاطئة أو تطور حدود أمني ما بحسب المسؤول العسكري الإسرائيلي على الرغم من الهدوء النسبي الذي يسود قطاع غزة واستكمال بناء الجدار فوق وتحت الأرض إلى أن قائد فرقة قطاع غزة في الجيش الإسرائيلي يحذر من إمكان اندلاع حرب على هذه الجبهة ومن أن حماس تخطط عمليا لإدخال قوات نخبة إلى داخل المستوطنات والثكانات العسكرية بالإضافة إلى المسيرات المفخخة وعيضا القدرات داخل البحر وعليه تبقى حال التأهب كما يمكن أن نرى من خلال الدبابات الإسرائيلية قائمة على الأرض بشكل متواصل نرى كل شهر المسيرات من قطاع غزة تخترق المجال الجوي الإسرائيلي ومؤخرا اكتشفت منطقة عبور ملاسقة للحدود هذه التطورات تبقى الأمور قابلة للانفجار والجيش يستعد للمواجهة لأن غزة سريعة الاشتعال دائما وتخشى إسرائيل أن تكون جبهة قطاع غزة جزء من حرب متعددة الجبهات بحيث يتم إطلاق صواريخ على إسرائيل من كل الجهات ولهذا عمليا نشرت الجيل الجديد من القبة الحديدية في المنطقة الجنوبية خشية من إطلاق صواريخ باليستية من اليمن أو مسيرات بعد أن تم تطوير القبة الحديدية في هذا الاتجاه بالإضافة إلى ذلك أطلقت من جديد مشروع الاعتراض للسواريخ بواسطة الليزر زياد حلبي الحدث حدود قطاع غزة نترككم في استراحة قصيرة بعدها نعود لكم مرة أخرى في نشرة مخصصة للشأن اليم ترجمة نانسي قنقر